المجلس الأعلى خلال جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي لم يقفي أمله في أن ينهض مجلس الأوقاف السنية والجعفرية بدورهم المنشود في خدمة بيوت الله تعالى ودور العبادة وعموم الوقفيات وفي السياق ذاته عمد المجلس إلى توجيه تهنئة خاصة لطلاب المدارس بانتهاء العام الدراسي مباركا للناجحين نجاحهم الذي حققوه بعد سنة من الجد والاجتهاد مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية المقبلة في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وداعيا الأباء إلى ضرورة أن ينهضوا بدورهم المؤثر في ملء فراغ في الذات أكبادهم بكل ما هو نافع ومفيد إلى جانب ذلك عبر المجلس عن إدانته لجميع الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا مطار أبهى الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والسفن التجارية وناقلات النفط مشددا على ضرورة حفظ وتأمين المعابر والممرات والمطارات البحرية والبرية والجوية وجعلها بمنأا عن الإرهاب بما يؤمن حرية التجارة ويحفظ للدول والشعوب مصالحها الثابتة اشتركوا في القناة